دسك تشيير نتعار عملية الأمام المثال الدسك الكريم حملية الأمام و حملية الأمام المثال عملية الأمام المثال 100 جيجا أول ما هأنشئها بالThin Provisioning فهيكون ليها Two Sizes أنا بإيدي كتبت أن حجمها يكون 100 جيجا لكن أنا اخترت أنها تكون Thin Provisioned الVirtual Machine هتشوف أن هي 100 جيجا فعلا يعني من جوة الWindows Operating System هتشوف أن هي 100 جيجا عظلنا ده إحنا جربنا قبل كده شباب تمام ولكن فعليا على اللان حجم ملف الVMDK بيبدأ Zero صح؟ طيب لما بتدي أحط جواها Data الWindows هيفضل طول عمره وشايف أن هي 100 جيجا لو أن مثلا Windows Operating System يعني بيشوف Total Capacity 100 جيجا لكن Physically L هيحصل أنا النهاردة حطيت فيها Data 5 جيجا فبقى حجم فايل الVMDK على التاتا ستور 5 جيجا حطيت 10 جيجا بقى حجم الفايل 10 جيجا مالت كمان مالت 80 جيجا بقى حجم الفايل 80 جيجا لحد ما هيوصل للحد الأقصى اللي هو 100 جيجا إحنا نقدر كمان إن إحنا نزود حجم الهارد ديسك على الطاير على فكرة والVirtual مشين شغالة هنعمل الكلام ده في فيديو جاي إن شاء الله يعني موضوع سهل جدا وبسيط ونقدر كمان نضيف هارد وير ونشيل هارد وير والVirtual مشين شغالة كتير من الهارد وير مش كله يعني بس بعض الحاجات طيب خلينا نشوف بقى الثيك الثيك عكس الثين الثيك في الحالتين بيكون الoperating system شايف 100 جيجا وكمان ملف في الVMDK وقت ما بينشأ بيكون 100 جيجا في الحالتين بس أنا عندي في الثيك في منه نوعين في حاجة اسمها eager zero وحاجة اسمها lazy zero الثيك في منه eager zeroed والlazy zeroed الفرق ما بين الاتنين هما الاتنين ثيك لكن في منه زي منقول تصنيفين في الثيك الثيك الفي مدكي حاجمه 100 جيجا وأنه معمول zeroing لكل البيتس اللي عليها فكل البيتس جاهز للكتاب عليها في الحال طيب بالنسبة للثيك الليزي زيروت هو فعلا استقطع 100 جيجا من اللون لكن ما عملش zeroing لكل البيتس هو بيعمل zeroing لما بيبتدي أرمي داتا طول ما أنا برمي داتا بيعمل zeroing لحد ما مملى 100 جيجا كلها كده خلاص هو عمل zeroing حتى لو مسحت بقى لو عملت formatting للمي جيجا دول خلاص كده كده هو الزيروينج معمول طيب هو ده يفرق في إيه الثين والثيك الثين أوفر في الستوريج لكن بيأثر على البرفورمنس فمش مناسب الثيك الثين مع كل حاجة أقدر أستخدم الثين مع الأبليكيشنز البسيطة أقدر أستخدم الثين لو أنا في environment صغيرة أقدر أستخدم الثين مع file sharing server sharing server طيب أمتى أستخدم الثيك أستخدم الثيك مع database server يعني أستخدم الثيك ممكن أستخدم الثيك مع operating system disk اللي هو ال C drive مثلا يعني وأستخدم الثيك مع database لو هحط database على الhard disk دي لازم تكون ثيك Oracle MS SQL لازم تكون ثيك لو هيكون exchange server لازم الدسك يكون يفضل هو مش لازم بس يفضل أنه يكون ثيك طيب ليه الكلام ده الثيك مستو مع الperformance أن القراءة والكتابة عليها اللي هي الاي اوبس سريعة جداً جداً يعني عيب الثيك أنه بيستقطع المساحة كلها مرة والله لو أنا شركة ما عنديش مساحة ما عنديش أزمة في الدسك سبيس خلاص ده أنا يا حبازة لو أن أنا أعمل كل الدسكات اللي عندي ثيك بس سوع القصة دي بحساب يعني رأيي أنا الشخصي أن تستخدم ثيك أو ثيك بغض النظر بقى أنت عندك فعلاً كباسي تغطي أنك تعمل كل ثيك أو من عدمه الأحسن أنك تستخدم الثيك أو الثيك مع طبقاً للwork load اللي هيكون عليها application صغيرة ومجرد file sharing كده أستخدم الثيك عندي database لأ ضروري فيك تمام احنا كده خلاص خلصنا الموضوع النهاردة بالنسبة للstorage ده كده بشكل عام أتمنى تكونوا استفدتوا وإن شاء الله في الفيديو اللي جاي نتقابل ونبتدي نشوف ال VMotion للvirtual machine والStorage VMotion شاكر جداً لحسن سبعكم وسلام عليكم